تتنامى الأعمال التجارية والاستثمارات المحلية والأجنبية في ولاية صحار في ظل ما تشهده من مشروعات متنوعة في ميناء صحار والمنطقة الحرة ومدينة صحار الصناعية وغيرها من الأعمال التجارية الأخرى ومواكبة لكل ذلك جاء افتتاح الفرع الجديد لبنك مسقط الذي يمثل الأكبر من نوعه على نطاق المصارف في سلطنة عمان لا يخفى على الكثير من أهمية ولاية صحار والموروث التجاري والموروث التقليدي والموروث الاجتماعي مكانتها الاجتماعية قديما وحاضرا ومستقبلا إن شاء الله معروفة محافظة شمال الباطنة وبالتحديد ولاية صحار بالكثافة السكانية كذلك التقدم التقاري والاقتصادي وكل هذا استدعى أن نقدم فرع بهذا الحقم الكبير من أقل خدمة زبائنا الكرام واستقطاب زبائن جدد بإذن الله افتتاح الفرع الجديد لبنك مسقط في ولاية صحار يعمل على رفع عدد الفروع للبنك إلى أكثر من 181 فرعا تتوزع على كل محافظات سلطنة عمان لتقديم خدماتها المصرفية إلى نحو مليونين وخمسمائة زبون يستفيدون من الخدمات المتعددة التي يقدمها بنك مسقط لزبائنه بنك مسقط في توسع مستمر من ناحية تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المختلفين ونقدم هذه الخدمات سواء كانت بانتشار الفروع المتواجدة في جميع انحاء السلطنة وأيضا عن طريق الخدمات المتواجدة في القنمات المصرفية الإلكترونية يعمل الفرع الجديد على ترجمة رؤية بنك مسقط لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات للزبائن في محطة واحدة من خلال خدمات مصرفية تعتمد على الإبداع والابتكار في كافة الأعمال والمنتجات المصرفية مستهدفا في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأفراد في ولاية صحار خدمات مصرفية حديثة ومتطورة يقدمها بنك مسقط لزبائنه من خلال هذا الفرع الذي يعد الأكبر على نطاق المصارف في سلطنة عمان والذي جاء ملبيا لرغبات وطموحات رجال الأعمال وأفراد المجتمع في ولاية صحار من ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة علي بن سالم البادي